الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الإخوة في الله مع هذا المثل من أمثال القرآن العظيمة يقول تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نر نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قال تعالى الله نور السماوات والأرض فمن صفاته النور وجعل كتابه نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينة جعل هذا الوحي منيرا فقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وسما رسوله صلى الله عليه وسلم نورا فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فالنور محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الإسلام وجعل دينه نورا فقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ونور الله هنا هو الإسلام وجعل تعالى حجابه الذي يحجبه عن خلقه نورا فقال في الحديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم حجابه يعني تعالى النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهاؤه منتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم وجعل الجنة دار أوليائه نورا يتلألأ فكان أهل الجنة في نور دائم ليس عندهم ليل ونهار ولا يرون شمسا لكن النور ونور يأتيهم من قبل العرش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وأيضا دعا ربه أن يكون النور في عصبه ولحمه ودمه وشعره وبشره كما في البخاري ومسلم فدين الله نور وكتابه نور ورسوله نور وداره التي عدى لأوليائه نور يتلألأ وهو تعالى نور السماوات والأرض ومن أسمائه النور وأشرقت الظلمات لنور وجهه قال في الآية الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض ويدبر السماوات والأرض وزين السماء بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الذي يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ومما قاله بعض المفسرين في الآية الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض ونور السماوات العلى من نوره والأرض كيف النجوم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله وكذا حكاه الحافظ الطبران فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطفاق وسائر الأكوان وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن من نونية ابن القيم الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض به استنار العرش والكرسي والشمس والقمر واستنارة الجنة ضرب الله تعالى المثل بنور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين بمشكات فقال مثل نوره يعني في قلب عبد المؤمن كمشكات فيها مصباح قال أبي مكعب رضي الله عنه هو المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره يعني الله عز وجل جعل الإيمان والقرآن في صدره طيب حتى نفهم المثل الآن ما هو الممثل والمشبه الإيمان ونور القرآن في قلب المؤمن طيب ما هو المشبه به والممثل به كمشكات إذن كوة وفتحة في الجدار فيها مصباح يعني لاحظ أن النور هذا داخل الفتحة لا يتفرق مجتمع مركز المصباح المصباح هذا الذي ينير في زجاجة صافية أيضا تجمع النور وتعكسه إلى الخارج ينفذ منها إلى الخارج داخل هذه الفتحة في الجدار المشكات هذه الزجاجة من صفائها ونقائها كأنها كوكب دري مثل الكوكب في السماء المضيء المشع يوقد يعني يمده مادة الوقود لهذا المصباح زيت من شجرة مباركة زيتونة الشجرة هذه مكانها متوسط فثمرها أجود ما يكون زيتونها وزيت زيتونها أنقى ما يكون هو الزيت نفسه يكاد يكون مشرقا بدون أي إضاءة بدون أي فتيلة بدون أي شعلة هو نفسه هو نفسه يضيء الزيتونة شجرة متوسطة لا شرقية ولا غربية فتصيبها الشمس طيلة اليوم ليس في أول النهار فقط ولا في آخر النهار فقط كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخر النهار فزيتون هذا الشجر الشامي حسن طيب بهيج صاف الزيت قال عز وجل يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور هذه النتيجة نور على نور يعني نور النار ونور الزيت إذا اجتمع وفي هذه المشكة في هذه المصباح في هذه الزجاجة والزيت يمدها من هذه الشجرة الزيت النقي جدا كيف ستكون النتيجة النور هذا كيف سيكون جميلا جدا مضيئا جدا هكذا نور الله في قلب عبده المؤمن ولاحظوا الزيت الصافي مثل الفطرة الصافية نفس المؤمن مستعدة لتلقي العلم والإيمان القلب الصافي من النوايا السيئة من الدغل والنفاق والحسد والبغض المحرم ولذلك صفاؤه صفاؤه نتيجة نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم نور على نور نور الإيمان على نور القرآن نور الفطرة على نور العلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا قال تعالى بعدما ضرب المثل العظيم هذا يهدي الله لنوره من يشاء فيزكيه ويطهره ويفقهه ويضرب الله الأمثال للناس يعني ليعقلوها ويفهموها تقرب المعاني أنت لما تسمع المثل هذا كيف يكون تقديرك ونظرتك لنور العلم والإيمان ونور القرآن في قلب المؤمن صاحب الفطرة السليمة والاستعداد للتلقي نفسه طيبة يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فلذلك ضرب الأمثال علمه محيط ويعلم من يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال نسأل الله تعالى أن يفيض علينا من نوره وأن ينور قلوبنا بكتابه وأن يجعل لنا نورا بين أيدينا يوم القيامة إنه سميع مجيب ترجمة نانسي قنقر